بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل حصة اليوم إن شاء الله في مادة اللغة العربية إذن نفتح الكتاب صفحة رقم ثلاثة وأربعة نجد هنا في الجزء الأول استعمل السيقة هذا الجزء خاص بأسماء الإشارة إذن في هذه الحصة سنتعرف على أسماء الإشارة هذاني وهاتاني الصيغة الأولى الصيغة الثانية الجزء الثاني سنقوم بعد ذلك بحل التمرين رقم واحد صفحة رقم ثلاثة وعشرون وظفوا الصيغة إذن أولا نتعرف أكثر على أسماء الإشارة ومتى نستعمل الصيغة الأولى أو الإسم الأول هذاني وهاتاني نقرأ الجملة الأولى أنا أخوك أحمد وهذاني إثنان من المجاهدين أنا أخوك أحمد هنا أحمد يتكلم عن نفسه تعلمنا أنه عندما أريد أن أتكلم عن نفسي أقوله ماذا أقول؟ أقول أنا إذن أنا أخوك أحمد هذا أحمد وهذاني إثناني من المجاهدين وهذاني إثناني من المجاهدين في الحصة السابقة نتذكر أسماء الإشارة تلك وذلك قلنا تلك عندما أشير إلى شيء بعيد مثلا شيء مؤنث مثلا مصطرة تلك مصطرة ذلك قلم شيء واحد فقط مفرد هنا لدينا هذاني إثناني من المجاهدين كم مجاهد؟ إثناني يعني أقوم برصم المجاهد الأول هذا مثلا الأول وهذا الثاني أو أقوم بتمثيل تلميذ في القسم إذن هذاني إثناني أحمد هنا يشير إلى الأشخاص هنا كم شخص معه؟ إثنان ماذا استعمل الصغر التي استعملها؟ قال هذاني قال هذاني إثناني من المجاهدين أنا أخوك أحمد تكلم عن نفسه ثم قال ومن معك؟ قال هذاني إثناني من المجاهدين الجملة الثانية هاتاني ممرضتاني في صفوف المجاهدين هاتاني ممرضتاني في صفوف المجاهدين أمامي مثلا هنا إمرأة أريد أن أشير إلى الإمرأة هنا ماذا أقول؟ أقول هذه إمرأة لدي كم إمرأة هنا؟ مثلا واحد إثنان هل أقول هذه؟ لا ماذا أقول إذن؟ أقول هاتاني هاتاني إمرأتاني هاتاني إمرأتاني إذن هذا قلم هذا قلم استعمل هذا للإشارة للمفرد المذكر يعني شيء واحد هاتاني إثناني من المجاهدين هاتاني قلماني إذن ماذا أستعمل؟ هاتاني قلماني هنا كم قلم لدي؟ واحد إثنان القلم مذكر وليس مؤنث نعم مذكر وليس مؤنث مثلا مصطرة مؤنث مصطرة تنتهي بتاء مربوطة قلم هل ينتهي بتاء؟ لا أقول مذكر هاتاني أستعملها للمثنى المذكر للمثنى المذكر سواء إنسان حيوان أو شيء هاتاني للمثنى المؤنث للمثنى المؤنث إما إنسان أو حيوان أو شيء هاتاني مصطرتاني مصطرة ومصطرة أريد أن أشيل لهم ماذا أقول؟ أقول هاتاني مصطرتاني هاتاني ممرضتاني هذاني رجلاني إذن تعلمنا أن السغى أو الإسم الإشارة الأول هذاني نستعمله للمثنى يعني إثنان المذكر هاتاني للمثنى إثنان يعني شيء وشيء إمرأة مع إمرأة حيوان مع حيوان أقول هاتاني إذن نفتح كتاب دفتر الأنشطة صفحة رقم ثلاثة وعشر هنا لدي السؤال الأول السؤال هنا أقرأ المثال الأول ثم أكمل نقرأ أولاً الكلمات باللون الأزرق واحد اثنان واحد اثنان يقف أمامي تلميذ واحد فقط قلت هذا تلميذ هذا تلميذ عندما يكون إثنان تلميذ مع تلميذ هل أقول هذا؟ أقول هذاني تلميذاني تلميذاني يعني ولد مع ولد أقول هذاني ولا أقول هاتاني تلميذاني لا لا أقول هاتاني هذاني لأن للمفرد للمثنى المذكر هذاني تلميذاني هذا صديق هذا صديق صديق شخص واحد مفرد أم مفرد أم مثنى مفرد واحد فقط إذا كان اثنان ماذا أقول؟ أولاً نتعرف مذكر أو مؤنث هنا هل ينتهي بتاء مربوطة؟ لا لا ينتهي بتاء مربوطة إذن أقول مثنى مذكر إذن للمثنى المذكر ماذا أستعمل؟ أستعمل هذاني أكتب أولاً الصغع الأولى هذاني ثم هذا صديق لاحظوا معي ماذا أفعل أقوم بكتابة الكلمة الأولى كما هي الحرف الأخير أجعله متصلا يعني الحرف الأخير كان هاكاً شكله كيف يكون متصل يكون هاكاً ثم أضيف ألف ونع ألف ونع أقول هذاني هذاني صديقاني هذاني صديقاني هذاني ماذا صديقاني هذه راية هذه راية كم راية؟ راية واحدة فقط يعني مفرد استعملت هذه نستعمل هذه إذن للمثنى للمؤنث المفرد يعني واحد فقط عندما يكون اثنان راية هنا وراية هنا ماذا أقول؟ أقول أقول ماذا؟ أقول هاتاني إذن أكتب الاسم الإشارة الأول هاتاني هكذا هاتاني ثم راية أكتب هنا إلى أن أصل إلى الحرف الأخير هكذا التاء هنا مربوطة كيف يكون شكلها في وسط أو يكون شكلها متصل إذن التاء نتذكر أولا التاء هكذا تكون في نهاية الثلمة يعني لا يأتي بعدها حرف إذا جاء بعدها حرف كيف تكون؟ تكون هكذا إذن أقوم بكتابة التاء هكذا ثم أضيف ألف ونون ألف ونون ألف ونون أقول هاتاني رايتاني هاتاني رايتاني هذاني هذاني للمثنى المذكر مثنى يعني إثنان صديقان أقوم بكتابة الكلمة كما هي الحرف الأخير وهو حرف القاف نتذكر شكله كيف يكون؟ متصل يكون هكذا ثم أضيف ألف ونون هكذا ألف ونون وأقول هاتاني رايتاني الراية الأولى الراية الثانية هذاني صديقان الصديق الأول والصديق الثاني إذن إلى هنا أنتهي تعرفنا في هذه الحصة على أسماء الإشارة هذا أولا نتذكر هذا للإشارة للمفرد المذكر شخص إنسان أو حيوان أو شيء إذا كان لدينا إثنان أستعمل هذاني هذه للإشارة إلى المفرد المؤنث إذا كان فتاة أو حيوان أو شيء إنسان حيوان شيء أقول هذه للمفرد أما إذا كان لدي إثنان أقول هاتاني إذن إلى هنا أنتهي لا تنسوش وضع لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر